السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة احبابنا في الله سؤال يطرحه بعض المصلين في رمضان عن حكم صلاة الترويح هل هي واجبة هل هي مستحبة ام هي امر تطوعي الترويح ايها الاحباب الكرام ندب اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم مندن به الذي يقوم في رمضان ولو بركعتين كل ليلة فان الله يغفر له ما تقدم مندن به يعني جميع الخطايا والسيئات والمفسدات التي ارتكبتها ايم زمان كلها ربنا يغفرها لك ما ان يمضي رمضان حتى يقال لك اذهب مغفورا لك فالترويح سميت بذلك لانها في اول الاسلام كانوا يصلون سلاة طويلة بعد العشاء وقبل الفجر والصلاة ليس كسلاتنا لا يصلون مثلا القرآن بتمن او بربع او نصف حزب كانوا يصلون الركعة الواحدة بعشرة احزاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بالبقرة في الركعة الواحدة ولما ينتهي من البقرة يفتتح اهل عمران ثم يختمها ويفتتح النساء في الركعة الواحدة فكانت سلاة طويلة جدا وكانوا بعد كل ركعتين يجلسون للاستراحة ومن ثم سميت صلاة الترويح هي نوع من الراحة ليس كالصلاة العادية الصلاة العادية نصلي بالاخلاص وبالكافرون وبالمعودتين ولو بتلات ايات مختصرة لكن الترويح طويلة جدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها في رمضان كان بمفرده فدخل اليه عبدالله بن عباس مع صحابي اخر فاعجبوا بهذه الصلاة وصلوا خلف النبي الكريم واخبروا بها بعد ذلك عموم الصحابة في اليوم الموالي جاء عدد كبير من الصحابة ارادوا ان يصلوا خلف النبي الكريم فصلى بهم صلى الله عليه وسلم واطال الصلاة واجادها وبكوا وخشعوا وذكروا ربهم فلما كان اليوم الرابع امتلأ المسجد عن اخره جاء الرجال والنساء والكبار والصغار ازدحان في المسجد سيدنا النبي لما خرج من المقصورة ورأى المشهد اعجبه لكنه تراجع ولم يصدي فلما سأله قال اني خشيت ان تفرض عليكم لان ربنا عز وجل قد يفرضها علي امة والامة قد لا تستطيع الافاء بهذا الفرض او بهذه السنة لهذا لم يخرج النبي الكريم وقال صلوا بمفردكم فصلى الناس اوزعا صلوا جماعات جماعات وكان سيدنا النبي مرة يصليها ومرة يغيب عنها حتى لا تفرض على الناس واستمر الوضع هكذا الى ان جاءت خلفة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكبر المسجد النبوي وكثرت الفتوحات الاسلامية ودخل الناس في دن الله افواجا فصار المسجد في المدينة المنورة كبير جدا وفيه اعداد كبيرة وفي مكة المكرمة ايضا ولكن الناس يصدون مختلفين منهم من يصلي خلف امام مسرع يقرأ بالترتيل ومنهم من يصلي خلف امام متوسط يقرأ بالحضر ومنهم من يصلي وراء امام يقرأ بالتجويد يقرأ تقيلا جدا فالناس يختارون الامام مناسب لهم هنا جماعة وهنا جماعة وهناك جماعة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في عهده كان يتبت اركان الدولة الاسلامية وانشأ الدووين وانشأ المؤسسات وادار الشأن الديني ومن هذه الامور اراد ان ينظم سلاة ترويح فعوض ان يبقى الناس هكذا اوزاعا متفرقين انتدب اماما وحيدا هو يصلي بالناس والناس يشتامعون خلفه وامره ان يصلي بالمتوسط فنظم هذه الصلاة واعترض عليه بعض الصحابة قال هذه بدعة هذه لم تكن في اهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا عمر نعم البدعة هي هذه بدعة حسنة لان ربنا عز وجل امرنا باتباع سنة النبي والخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وسيدنا عمر هو من الخلفاء الراشدين المهديين ثم ان سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتهادي هذا هو لم يبتدع هذه الصلاة كانت مسنونة في اهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما نظمها اعطاها تنظيم وعطاها ترتيب معين ثم العبلة التي من اجلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للصحابة مخافة ان تفرض عليهم فيعجز عنها الان التشريع انقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع وبالتالي سار الامر مباحا فسيدنا عمر نظمها فمن اراد ان يصلي فليصلي ومن اراد ان لا يصلي فلا يصلي الفقهاء المالكية قالوا بان صلى التراويح هي سنة مؤكدة والفقهاء الحنفية قالوا هي على الكفاية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن البقيم واذا تركها الجميع اثيم الجميع لكن جمهور الفقهاء قالوا في الظروف الاستثنائية فهذه لا تراويح فيها هناك عبر التاريخ الاسلامي المديد هناك ظروف استثنائية كأن يكون هناك طعود او او بئة او تكون هناك حروب او انفيلة امني او غيرها او مطر او او غيرها فان صلى التراويح تسقط مع الاشارة ان اخواننا الشيعة الشيعة ما عندهم تراويح لا يسلون التراويح وانما كلهم يسلل بمفرده والسبب هو انهم اخذوا الحديث الوارد عن سينا عمر ابن الخطاب وطبعا الخلاب من السنة والشيعة في سياسات عامة من بينها موقف سينا عمر لهم موقف من هذا الصحابي الجليل ولم يأخذوا بسياسته الرشيدة ومن ثم هم لا يسللون التراويح اصلا ولكن هذه التراويح هي تشكل الوحدة الشعورية والروحية للامة افتقدنا كثيرا تلك الاجواء الجميلة سواء في مكة المكرمة او في المدينة المدورة مع اما اجلاء باصوات ندية نتابعها عبر وسائل الاعلام او من منى الله عليه وذهب الى العمرة فانه يكرم وينعم فنسأل الله تعالى ان يعيد الاوضاع الى سلف عيسها ومغربنا العزيز صار قبلة للعديد حتى من خارج الوطن لان مغربنا العزيز صار يشهد مساجد كبرى في غاء ام التراويح من المنتهى الروع ربنا عز وجل اكرمهم بحفظ القرآن واتقانه واعطاهم زمير في اصواتهم ويصلون بخشوع واطمئنان والحمد لله صلاة التراويح في المغرب في مختلف المدن والاقانيم صارت مدربا للمثل خصوصا في الدار البيضاء الدار البيضاء نذكر مثلا مسجد الحسن الثاني المعلمة الدينية القبرى التي صار يأمها الاجانب بل صار حتى غير المسلمين من اليهود والنصارى يتحلقون حولها ويستمعون لترانيم القرآن الكريم وهناك مساجد اخرى ايضا في الاحياء الشعبية فيها مقرئين اجلاء اجواء جميلة افتقدناها رمضان الماضي وهذا السنة ايضا لكن باذن الله الواحد الحد تكون اخر الاحزان وبعدها يرفع الله هذا الوباء وترجع حياتنا افضل مما كانت اللهم امين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شكرا لنا حسنة